حزب التجديد كما ذكرت يستلهم من فكر مفكر العصراني الكبير أستاذ ملك بن نبي رحمه الله كما ذكرت لكن لماذا حزب التجديد لم يستطيع اختراق الجماهير في ذلك الوقت في زمانه كما فعل الفيس أو حمس للتسمية القديمة نظن هناك عوامل عدة فالحقيقة نداك ترجع الفترة هذه منذ التمانينات نقول بداية التمانينات كان غليان في المجتمع وكان نوع من استضام ما بين التيار الأصولي للرجوع إلى السلف وإلى الدين بشكل سياسي للإسلام وحنا في حزب التجديد الجزائري كان يرفض خلط ما بين السياسة والدين يبقى أن الإسلام حاضنة لحضارة لأخلاق لتوجه لعدد من الأشياء لتأسس الحضارة ولكن ما نستغلش ونستعمل عواطف الناس بالشعارات أو باستعمال المباشر للدين وهذا كان تغليط وأدى إلى انحرفة خطيرة وكبيرة ونظن اليوم المجتمع الجزائري على الأقل شريحة كبيرة فهمت أنه الدين والعلاقة اللي نقدر تكون عندنا مع الخالق ما هيش يعني استغلالها واستعمالها لهدف سياسية أو للوصول إلى السلطة يعني المجتمع باش نعود للإجابة لسؤال تحك المجتمع ربما أنا ذاك ما كانش عنده الوعي الكافي باش يفرق ما بين الانتمائه للدين وللحضارة مع العمل السياسي وربما هذا الخلط أدى إلى عدد من الاستضامات وكان الإشكال في الحقيقة هو عنده بعد فوسيولوجي كان نفهم أنه الجزائر بعد مباشرة بعد الاستقلال بدأت تخرج من المجتمع التقليدي المحد اللي كنا فيه منذ عقود يعني أو منذ قرون والذهاب المباشر إلى نوع من التنمية الاقتصادية والنمو وفتح المجل للمدرسة للبنات والأطفال إلى خير غير بعض المعطيات داخل المجتمع ليخلى المجتمع نوع ما يتخلى على بعض القيم تاع المجتمع التقليدي ويدهب إلى مجتمع جديد لغير مفهوم وغير معرف يعني ما فيش تعريف البعض يتكلم على العصرانة أو الحدثة ولكن في الواقع ما كانش في الفهم انتعنا حقيقة ما هو المجتمع العصري وش حبينا نبنيه هل هو المجتمع اللي نشوفوه في الغرب أو مجتمع آخر اللي ربما في آسيا أو الخلق المفاهيم هذا خلق هذا تدبدو بداخل المجتمع وربما عدد كبير من الاستضامات اللي خلى هاد الانزلاقات والانحرافات